اشتركوا في القناة الذي سيقام بالمغرب واعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقية ان قرار استبعاد منتخب القابون جاء على خلفية قضية تزوير لأعمار اللاعبين وحسب البلاغ فمنتخب القابون قام بخطأ ادارية في تسجيل تاريخ ميلاد لعبه فلوريس جافي المزداد سنة 1997 بدل 2001 المصرح بها وبهذا قررت اللجنة استبعاد منتخب الفهود من كاسومم افريقيا تحت 23 سنة التي ستقام في المملكة المغربية وتعليق مشاركته ايضا بالنسخة القادمة وقالت اللجنة في بيان لها ان منتخب القابون سيحل بدلا من القابون في دور المجموعات لبطولة كاسومم افريقيا لأقل من 23 سنة المؤهل الى اولمبياد باريس 2024 مؤكدة ان منتخب القابون سيحتفظ بحق الاستيناف ضد القرار الصادر ومن المرتقب ان يقام كاسومم افريقيا لأقل من 23 سنة في المغرب في الفترة الممتدة ما بين الرابع والعشرين يونيو وثامن يوليو من العام الجاري ويتوجد المنتخب المغربي في المجموع الاولى الى جانب غانا والكونغو وغينيا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء